يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله حلفت أن لا أفعل شيئا وكنت غضبان جدا لكني بعد أن هدأت نفسي فعلت ذلك الشيء فهل علي كفارة يمين إذا كان الغلب استحكم ولا تدري ما تقول فإنه لا ينعقب يمينك أنك ما لك قصد فهو له يمين أما إذا كنت تصور ما تقول تقصد ما تقول فإنه ينعقب ويكون عليك كفارة نعم